بس هبتديها بماتش الحقيقة بالأمس الزمالك واسموح الفوز الكبير الزمالك بالأمس شايف الماتش ده ازاي وهل انطباعك ايه بالنسبة ليه النتيجة والأداء اللعيبت نات زمالك هل ممكن عشان مجلس الإدارات جديد بقى موجود واللعيبة متطمنة فالحالة المعنوية ولا خلاص نات زمالك واللعيبة لان هم بقالهم فترة حقيقة حالة جيدة ابتدت تعلى يعني اداء اللعيبة ابتدى يعلى مع المدير الفني قصة روكات لازم نتفق ان انا قلت قبل كده من فترة الكلام ده كان من شهر قلت انا العيبة اعزل نفسي عن الانتخابات افكر ازاي احنا نلتف حوالين النجاح فاللعيبة التفت حوالين النجاح بالأداء اللي زود الروح النفسية والأداء هو الاستقرار جالك استقرار استقرار مجلس الدارة منتخب جماعي استقرار انك انت هتفكيلي موضوع القيد الاستقرار هتحللي موضوع التدعمات لو انت جيب الاستقرار هتجدد للعيبة اللي موجودة الحتة النفسية اللي فيها كل واحد بيفكر لنفسه هتتحل ايه اللي هيحلها نتيجة النتيجة شكلها ايه راحة نفسية دي راحة نفسية تلعبت الزمالك هم هم اللي لعبوا هم هم اللي لعبوا ماتش البنك الاهل اتنين واحد هم هم اللي لعبوا ما كان فيه خسارة هم هم اللي لعبوا ماتش سولار ايه اللي تغير العمل النفسي الاستقرار النفسي طبعا الاستقرار النفسي درجة التدليل بشغالة بقى فيه ربط بين أسوري ومتحة عبدالهادي لازم بقى مقتنعين بدا لازم الناس تاخد بالها ان متحة ليه دور كبير متحة غير شكل طريقة لعب نادي الزمالك في الأداء اللي حصل في ماتش السولار انبارح انا قلت كلمة حاتش خد بالو منها الراجل بيغار طريقة اللعبة للمرة العشرة لعب 3-3-3-1 اللعبة بتاعت انتر ميلان اللي انا بلعب بتلاتة عارفهم ما بيحضروا زيه وبحط تلاتة في نص الملعب اللي هما بيخدموا على الشادول الصراحة اللي بيجوا بتاعت الفرود الخفي اللي هو الفرود الصراحة اللي موجود لازم الشغلة دي يبقى عندك امكانيات عندك لعيبة بتشتغل صح عندك لعيبة بتحضر صح احترمت اوي 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 في الفاصل لما سمعت الكابت محمد صلاح بيقولك وانت شغال فيه أخطاء دفاعية ده شغل مدربين وده شغل كافت ماتحة عبدالهات وده يعني بيحصل بيحصل كل الفرق شغل من خبرات ملعب كتير يبقى انا لازم بغيرها وكذا زمالك قده ناقص ناقص في المنطقة دي لا انت عندك ناقص في المنطقة واحد فرقة الوحدة محمود الوينش فرقة الوحدة يعني انت ما كنت بتلعب الوينش جميل محمود علاء فت مقنان لعبت محمود علاء لعبت محمود عفغاني فت مقنان الزناري وهو اهم حاجة يبقى عندك استقرار الشكل العام اللي انت بتتكلم فيه بقى عندك 8-9 لعيبة تقدر تقولهم مع تغيير اتنين كان السوري بيعمل حاجة في الاول بيعمل تشكيل عالمي افتكاسات في الغيارات واقع الماتش اهم لعيبة ممكن تشوفه في نزة مالك لازم يفضل موجود في كل مباراة بعيد عن حلاص المرمى الحلاص المرمى بتتغير الوينش الوينش حالة يعني مزيزه لا بس لازم نتفق حاجة مهمة جدا اهم شيء عند اي مدير فني او اي لعيب ان انا مرمى ما يخشي لش هدف الوينش يقدر يعمل دي عندي اللي يقدر يعمل لي حالة ويجيب لي هدف الوينش كان موجود وزيما كان ساعت بيت غير البرب ماهول مش هشتغل لوحدي مش هلبس الحداش هرفلنا زي بولامع واجر في الملعب لوحدي هقعد اشتغل يمين شمال باك وهوب وتفندر وفيرود مش هقدر الشخصية بتاعت اللعيبة بقى زيزو ماهو عامل اوباما ماهو علت دفة خالص بقى فيه حالة ربط اللي هو ايه اللي مركزية زيزو شيكا اوباما مصطفى شلبي بقى فيه حالة من الاربعة نجحتهم ايه ان التحضير صح نجحتهم ايه ان فيه سد عارين ورا بيشتغل من رؤة وبيشتغل بدونجة بحسابات بنقسم ملعب مصنوش بس هكمل النقطة الخاصة في النتزة ماكنت خانية اروح للنهاردة